رحيل أزيميت الذي أرسل من القصر بكلمة واحدة من الزمرد يصبح عاجزا عن الكلام لكن هذا هو الصمت قبل العاصفة وكل من يعرفه يعرف جيدا أن عاصفة كبيرة ستأتي بعدها مع رحيل أزيميت هناك ما يقرب من سقوط ورقة في قصر بيميركنلر رغبة في الابتعاد عن الجميع وكل شيء قرر سوهندا ولطيف مواصلة حياتهما في مكان آخر من ناحية أخرى يعتزم عباس فتح صفحة جديدة كاملة مع كنعان لهذا السبب فهو مستعد حتى لإنهاء زواجه أزيميت الذي يرى إميرد وألفيت تهديدا له يضع لعبته الأخيرة وبمساعدة عباس تجذب الأم الفتاة إلى الفخ ومع ذلك فإن هذا الفخ سيجلب نهاية السمت وليس الزمرد ويتم الكشف عن جميع الأسرار واحدا تلو الآخر سوهندا الذي اهتزته مرة أخرى خيانة والده يصدم الجميع وخاصة عباس من خلال اتخاذ خطوة لم يتوقعها أحد كنه سيختبر الصدمة الحقيقية بنفسه الشيء الوحيد الذي يعرفه هو أنه لا يعرف شيئا حقا بهرام الذي وصل إلى نفس المعلومات يشعر فقط بخيبة الأمل والغضب تعمل خطة أزيميت التي لا يمكن تصورها ويعود البحر إلى القصر مرة أخرى بناء على طلب إميرد على الرغم من أن صراحات لا يستطيع فهم الأمر في البداية إلا أنه عندما يكتشف السبب فإنه يتفاعل بشكل كبير ومع ذلك فقد أتخذ الزمرد قرارة بعد أن نجى بصعوبة من القبض عليه من قبل بهرام بدأ كنعان في إدراك أهمية الوضع الذي يعيش فيه والتشكيك في هذه العلاقة التي لا نهاية لها التي دخلها مع عباس زوجان الزمرد سرهات اللذاني يرغبان في أن يصبح عائلة في أسرع وقت ممكن يلعب أزيمة آخر ورقة رابحة عندما يقرر الذهاب إلى قبرص والأدوار تتغير مرة أخرى مليحة التي اختفت بأخذ مظروف مليء بالمال من جيب لطيف تسبب خيبة أمل كبيرة للجميع وخاصة والدها قراره المفاجئة والطفولية يضعه على طريق لا رجعة فيه رستم الذي يعيش من أجل كبريائه سيدفع المال الذي سرقته أبنته بأي ثمن العلاج الوحيد لإميرد وسرهات اللذاني تعلم أنه لا يمكن أن يصبح أبوين بشكل طبيعي هو أم بديلة ومع ذلك فإن اقتراح أزيمة لدينيز لهذا ومحاولته للقضاء على الزمرد حتى في مثل هذه القضية الحساسة يثير حنقهم على حد سواء أولوية صرحت هي الزمرد والآن سيكون ما تريده زوجته بعد أن قرروا الخروج أقوى من الامتحان الذي دخلوه فتح إميرد وسرهات صفحة جديدة لأنفسهم من خلال قبول الخيار الوحيد أمامهم ومع ذلك سيكون هناك شخص ثالث في هذه الصفحة معهم يتسبب حنل سوهندا في هبوب رياح باردة في القصر الدنياركانيون الذين يعتقدون أنهم أزلوا أوشز أوش من حياتهم بوقف إطلاق النار المقدم يجدون أنفسهم في حالة من الفوضى مرة أخرى الشخص الوحيد الذي هو سعيد مع هذا الخبر هو الزمرد خطأا ارتكبته مليحة التي تتحرك خطوة بخطوة نحو أن تصبح ديميركا يضع كل من إميرد وعائلتها في العار تكشف المواجهة العظيمة بين أولفيت وروست بيسمبر سررا أن كل الجانبين كان يختبئان حتى ذلك اليوم تزداد حدة الحرب بين ديميركا وأشزد إرميلر عندما يختطف ديشرا لطيف إما أنهم سيسلمون قاتل أبنه إليه أو سيدفن أزيمة ديميركا حفيد آخر بينما يحاول صراحات التأكد من عدم تعرض أي شخص للأف يأتي عباس إلى بهرامة بمثل هذا العرض الذي يوقع عليه العدوين لدودين هدنة لفترة من الوقت تقع الزمرد في معضلة رهيبة بسبب سر لديها الكشف عن هذا السر سوف يدمر صراحات لكن هذا أيضا سر ليس من السهل لاحتفاظ به يدخل سوهندا في مسار لا رجعت فيه خطوة بخطوة مع تأثير الألم الذي يعاني منه التفكير في أن صرحت وعائلته بأكملها قد تركوه وحده وقال أنه سيجعل صديق جديد لنفسه ومع ذلك فإن الهدف الرئيسي لسوهندا هو الآن الانتقام من كل من جعله يعاني ما لم يدرك الزمرد وسراحات هذا التحول فإن الخطر سيزداد تدريجيا إذا كان الزمرد يثق في الشخص الخطأ فسوف يتسبب ذلك في اتخاذ عائلة بميركا ما صارا لا رجعت فيه من ناحية أخرى فإن حميد مصمم على عدم التخلي عن السودان على الرغم من اقتراحات وده وكانان في الاتجاه المعاكس وعندما تريد أن ترسوهندا يظهر شخص غير متوقع أمامك إن اللقاء بين عباس وحاميد الذي يحاول قبول نفسه في عائلة بميركا مرة أخرى لن يتحسن مرة أخرى منا يخلق نتيجة لن يمكن عكسها أبدا بعد هذا الحدث لن يبقى شيء هادئا في قصري بميركا وأشزغاز كما كان من قبل ستدخل العائلتان في حرب كبيرة سوهندا أيضا لا يختلف عن الزمرود المسافة التي يعيشون فيها مع حمية والمسافة بينهما تؤثر على سوهندا بشكل لائق سوهندا الذي لا يريد العودة إلى قصر بميركا سيبدأ في الخلط بعد محادثة مع ضيف لم يتوقعه أبدا بدأت الخطوة الأولى التي اتخذها أزيميت وديسمبر معا في التأثير على العلاقة بين صرحة وزفير مرمت بينما يعتقد صرحات أنه يجب عليهم التحرك بحذر أكبر تبدأ بعض مشاعر إميرد في التغيير يقرر أزيميت التمسك بسرهات أكثر فأكثر مع ألم الشعور بالوحدة بشكل متزايد لهذا من الضروري إعادة صرحات إلى القصر وفصله عن زفير مرمت سيرهات والزمرد الحب اجتياز اختبار كبير مرة أخرى سوف تتحول المثابرة ورفقة البحر إلى خطر متزايد على صرحات وزفير مرمت في أي لحظة صرحات الذي يفهم أنه يجب عليه التعامل مع عدو جديد يجب أن يتوصل إلى حل لحماية كل من أحدائه والأبرياء في المواقف الصعبة لهذا الغرض سوف تتطور الرفاق بينه وبين العالم ديسمبر الحقيقة التي يكتشفها سوهندا تفتح فجوة بينه وبين حميد ديسمبر بينما يقع حميد في مأزق مستحيل يضع سوهندا هدفا جديدا لنفسه اطلاق النار على عباس سيكون له تأثير صدمة كبيرة إن هوية الشخص الذي أطلق النار عليه ستكون أكثر تدميرا لصرحات وإيميل المثابرة من ناحية أخرى سوف تتذكر مرة أخرى ما يعنيه ألم ألبن انتهى فيديو المعلومات الخاص بناء الزمرد هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات اشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات